بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة من حكاية نجم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وتجدد معاودنا من جديد مع نجم جديد مساء الخير عليكم جميعاً مساء الخير عليك يا معي مساء الخير عليك يا محمد ومساء الخير على مشاهدين برنامج حكاية نجم أتمنى أنكم تكونوا بخير نشوف الفيديو ده سريعاً ونرجع لحضراتكم تاني طبعاً نعرفنا من الفيديو أني نجمة النهاردة هي كابتن رحاب جمعة لكن قبل ما نبدأ الحكاية بعد إذن بس الأعداد ممكن صورة والد الكابتن رحاب جمعة لأن هي بطلة الحكاية وبنوجه لها تحية كبيرة جداً من هنا لأنها صممت على أنها تحقق حلم بنتها ومن الصعب تلاقي أم تعمل مع بنتها كده حقيقي شبوه لها طبعاً يا محمد كابتن رحاب جمعة لتولدت يوم 27 يوليو عام 1993 في أصوان ثم انتقلت إلى محافظة الجيزة وتحديداً إنبابة وفي يوم في المدرسة في حصة الرياضيات يختار بنات علشان يرعبوا كرة يده واختار كل البنات ولم يختار رحاب جمعة لأن اكتمال العدد وكسر قومتها ولكن أصرت رحاب على التدريب معهم وضغطت المدرسة على المدرب علشان ياخدها لأنها كانت متفوقة جداً في مدرسة الرياضيات وبالفعل بدأت كابتن رحاب جمعة في التدريب معهم في نادي نصر في الكيت كات طبعاً دي صورة والد الكابتن رحاب جمعة يعني هنكمل القصة هتعرفوا إن والد الكابتن رحاب جمعة هي لو لا هي ما كناش ممكن سمعنا اسم كابتن رحاب جمعة لكن هنا تقابلها أول مشكلة في مشوارها مشكلة من الصعب تخطيها وهي رفض والد كابتن رحاب جمعة التدريب علشان هي بنته خفع أبوها عليها الطبيعي من أي أب على بنته وطبعاً كلنا عارفين علاقة الأب ببنته إزاي وخصوصاً الأب الصعيدي ومنعها والدها إنها تروح التمرين تاني وهنا ييجي دور والدتها اللي كانت بتشوفها وهي كانت متعلقة باللعبة وبتعايت ليل ونهار علشان ترجع التمرين وهنا أمها تخاطر علشان أكيد هي يعرفة أن بنتها عندها موهبة وكمان كل الناس شايفها موهبة كبيرة وهتكون حاجة كبيرة في يوم الأيام ومن هنا أخدت عهد بينهم وقالت لها نصاً أنا هاخدك التدريب بس أوها تقولي البابا حاجة ولا يعرف أي حاجة من اللي احنا بنعمله ده وده كان أول وعد بينهم مفيدل 12 سنة تاخدها وتوديها التمرين من غير ما والدها يعرف ولكن تقابلها مشكلة وهي تجميد نشاط نادي ناصر وتضطر أنها تروح مركز شباب الساحل في الزاوية الحمرة ولأنها كانت طفلة صغيرة الفترة دي رحاب كانت فاكرها بكل تفاصيلها وفاكرة رقم الأوتوبيس اللي كانت بتروح فيه كان رقم 346 فاكرة سوية الأوتوبيس اللي كان عرفها وكان بيجيب لها كرسي علشان تقعد جنبه واستمرت رحاب جمعة في البطولات الشتوية والصيفية والدتها كانت بتسافر معاها وطبعا بيرجعها طول لأن والدها ما كانش عنده علم أنها بتتضرب وكانت بتلعب أمام النادي الأهلي والزيمالك وسبورتينج وبعد العديد من المشاركات أصبحت محل منافسة للأندية ولكن رحاب حسمت المنافسة بانتماءها لأنها كانت تنتمي النادي الأهلي وذكرت في تصريحات سابقة أن حلم حياتها أنها تعدي من أمام صور النادي الأهلي مش تلعب فيه وانتقدت رحاب جمعة في سنة 13 سنة إلى النادي الأهلي وهنا الأهلي أعلن عن ضم رحاب جمعة في مجلة الأهلي وكان الخوف هنا أن والدها يعرف من المجلة وبالفعل في نفس اليوم والدها قاعد على القهوة مع أحد أصدقائه وصديق ليه بيقرأ المجلة وشاف صورة قال له الصورة شبه رحاب بنتك وبيقرأ الخبر قال له دي اسمها رحاب جمعة وطبعا الأب بعرف أن يدي بنته وراح البيت وهو داخل كان في إيده مجلة النادي الأهلي خافت الأم وبنتها من ردة فعل الأب ولكن تتفاجئ رحاب باحتضان أبوها لها وقال لها ليه ما قلت ليش أنك بتلعب في النادي الأهلي وحس ومش هنقول بالزنب لأنه ما كانش عارف موهبة بنته وفي النهاية فرح بيها وبنجحها ولابت رحاب جمعة مع النادي الأهلي وكانت نجمة بارزة من نجوم الفريق الأحمر وكانت أصعب لحظة فيها إليها وهي وفاة والدها ولكن كان في لحظة وفاة والدها كانت عندها مضش مع المنتخب ولم يغبرها مدربها ولدها قال لك أنه لم تحضر الدفنة أما عن المشاركات مع منتخب مصر لعبت مع منتخب مصر في عديد من الأماكن مثل بوركينا فاسو وكينيا والمغرب ورقا من هناك نادي حوى الجزائري وتواصل مع أخيها وبعد تشجيعها كبير من أخيها والدها ذهبت رحاب جمعة إلى نادي حوى الجزائري وبعد تقلق كبير توصل نادي في الدنمارك مع أخيها للانتقال إليه وبالفعل لعبت في الدور الدنماركي لكرة اليد ثم الأسباب الدراسة اضطرت للانتقال لنادي بونسي سيل وحصلت على دبلومة سبورتيف ولعبت معاه وبعد تقلق كبير ذهبت إلى أنجلام الفرنسي ولعبت معاهم سنتين في رحلة تقلق وإبداع من رحاب جمعة والتي تذهب إلى مارسيليا ولعبت لمدة موسم واحد وكالعادة تقلقت معاهم وانتقلت إلى نادي سومغ ولعبت معاها سنتين أيضا في تقلق لتنتقل إلى نادي سان جينين اللي ما زالت معاهم حتى هذه اللحظة وتنال رحاب جمعة حب وإحترام الجميع وخصوصا جمهور النادي الأهلي خصوصا بعد موقفها الأخير بعد رفض عرض الزمالك للعب في الموسم القادم وأضافت أنها تنتمي للنادي لأنها تتمنى للعب لفريق باريس 92 لأنه أكبر نادي فرنسي أو العودة الأهلي بيتي ووطني واستكمات حديثة قائلا أنها لست رمضان صبحي لأخطار المال على حساب النادي الأهلي وإنه لازم نتعلم من كابتر رحاب جمعة الانتماء والمكافحة والاجتهاد من أجل تحقيق الحالم أو ممكن يكون القادر لها بلعبة كبيرة في حياة كابتر رحاب جمعة ولكن في الأول في الآخر هي عندها الموايبة لكن إحنا عندنا في مصر 100 مليون موهوب عايزين فرصة ليكونوا رحاب جمعة أو محمد صلاح أو بجرامي وفيه شخصيات مصرية في الخارج محققة أنجزات مش بس في الألعاب الرياضية وعندنا مواهب كتير مدفونة عايزة فرصة بس تثبت نفسها ويمكن رحاب عندها نفس الفكرة وبالتالي في أحد اللقاءات الصحفية قالت إنها لا تنسى أصولها السعيدية وإنها قامت بفتح أكاديمية في أسوان وإنها تدرك تماما إن بنات مصر لديهم الكثير ليقدموه في كرة اليد وأضافت إن فيه بنات لو خدوا ربع الفرصة هيجيبوا ألقاب لمصر وزي ما تعودنا أننا نطلع خارج سياق البرنامج ونتكلم عن الأحداث اللي بتحصل دلوقتي لكن لقينا أكتر حدث بيحصل دلوقتي هو اللي عليه كلام كتير هو التحكيم في الدور المصري في زل وجود الفوار أخطأ التحكيم ما زالت مستمرة التحكيم في الموسم ده أخطأ في حق جماعي الأندية في الدور المصري على سبيل المثال الأهل لقى بتسع مباريات التحكيم ظلم الأهلي بألغاء أهداف صحيحة وضربات جزاء صحيحة لم تحتسب في ست مباريات وكذلك الزلم الزلم في مبارات أسوان ولكن برضو ظلم أسوان في مبارات الزلم ودي طبعا كلها كوارث تحكمية واحنا لسه بنقول يا هادي في الدوري وده غير أخطاء كتير جدا بس احنا بنقول اللقطات الأشهر ونتمنح للمسؤولين دون ذكر أسماء أنهم يحققوا العدالة التحكمية في الدوري ليقطعوا الشك على أنفسهم وعدم اتهمهم بالمجاملات لصالح فريق معين وكمان دلوقتي على لسان الشارع المصري أن التحكيم ليس عادل ويجامل ويجامل بعض الفرق على حساب الفرق التانية واضح طبعا التحكيم موقفه مع الناد الأهلي لأنه أكتر لأنديها ظلما في الدوري ستة أخطاء ولسه في بداية الدوري ستة أخطاء ضياء نوعك كتير لكن برضو انتك حكم لازم ترعي ضميرك وقبل ما تحكم للفرقتين وقبل ما ترضي الفرقتين لازم ترضي ضميرك انت ولسه احنا لسه يعني في بداية الدوري ولاخطاء كتير لكن خلال نبدأ عن التحكم دلوقتي ونتكلم عن الكرة العالمية طبعا لما قلنا الكرة العالمية ممكن يكون جيف المهكم ليفربول أو برشرونا أو ريال مدريد أو أي فريق آخر لا احنا هنتكلم عن الناد الأهلي اللي هيشارك في كاس العالم الأندية طبعا مهما كانت النتائج فهي في الأول وفي الآخر بطولة شرفية واحنا تمنى طبعا الفوز النادي الأهلي بالبطولة ومهما كان انتماعك انت لازم تشجع النادي الأهلي لانه هو بيمثل مصر لمرة السادسة وده رقم كبير جدا ورقم كياسي بالنسبة لفرق أفريقيا وان شاء الله الأهلي يحقق البطولة رغم ان احنا عارفين ان بالورق والإمكانيات ان الكلام ده ممكن يكون صعب شوي وخلينا اقولك يا محمد ان ما فيش مستحيل كما تعودنا من الأهلي وكلنا طبعا فاكرين الأهلي في اليابان ان شاء الله يحقق انجاز تاريخي ورقم جديد في كاس العالم الأندية طبعا مبارح كان منتخب مصر كرة اليد في كاس العالم المنتخبات كاس العالم المتصدف في مصر في وسط جائح الكورونا حدث عظيم جدا تنظيم رائع جدا طبعا شركتين شركتين بريزينتيشن وتسكرتي هما اللي بيكون بتنظيم البطولة برئاسة أستاذ منتصر النبراوي تنظيم رائع جدا شاهدت على عالم كله أشادت بين ناس كلها لكن منتخب مصر للأسف يودى البطولة بعد مجهود رائع جدا لحد ما وصل لدور التمانية دون هزيمة ولكن كان في مواجهة القرع ما خدمتنا واجهنا الدنمارك في ربع النهائي بطل العالم طبعا الدنمارك في آخر ثلاث سنين لم يتلقى أي هزيمة لكن أولاد منتخب مصر مبارح عمل مطش هايل جدا لكن لم يحالفوا الحظ ويخرج ولكن طبعا خسرنا بطولة ولكن كسبنا رجالة وطبعا هارد لك لو منتخبنا الوطن الكرة اليد وكنتم رجالة وشرقتونا وبكده كانت نهاية حلقتنا ونشوفكم على خير فحلقة جديدة من حكاية نجر سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر